اهلا يا شباب ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف ازاي نعمل تيكست انيميشن في برنامج فجما اول حاجة لازم اكون محضر التيكست اللي هيتعمله انيميشن فانا هنا عندي لاندينج بيج في هنا تيكست انا عايز كلمة محددة هي لتعملها انيميشن وتبدأ انها تتغير لي كلمة او اكتر من كلمة فانا هاجي هنا هعمل سيلكت على الكلمة او السطر اللي هيتعمله انيميشن وهضغط alt واسحب بالشكل ده عملت منه نصحة جديدة بعدين هاجي على كل كلمة او كل تيكست وهاجي ادي له frame right click frame selection وبعدين هبدأ ادي لكل frame auto layout بالشكل ده وهاجي عند اللي المفروض هيحصل عنده التغيير وهعمل double click عليه فهو كده موجود عندي في الليرزل هنا مش عملت على ال frame الاساسي على text بس وهعمل control c control v بقى الاتنين text موجودين في frame واحد هنا هعمل select على frame وااجي عند اليمين عند ال layout هضغط على السحم التحت بحيث ان هو يكون vertical layout بالشكل ده وبعدين هبدأ ااجي اعمل select على ال text التاني وابدأ اخده copy اكتر من مرة فانا وليكن اا عايز يكون عندي اربع اا مرات اربع text كل text هيكون مختلفة اللي قبله بحيث ان هو يعمل switch ما بينهم وبعد كده هابدأ ااجي عند ال text التاني ويقدي له اي اسم وليكن ده وازبط setting بتاعتي وهي ااجي عند ال text التالت نفس الكلام ويعند ال text الاخير نفس الكلام تقدر تضيف اكتر وتقدر تعمل اقل من كده هابدأ اضيف لون اا مختلف لكل text بحيث بان وانا بعمل animation يكون اا ظهر بشكل كويس كل text او كل اا هيكون ليه لون مختلف بالشكل ده بعد كده هابدأ اعمل select عليهم كلهم على ال two frame كاملين وهابدأ خليهم كلهم في frame واحد right click frame selection وبعدين هابدأ ان انا اه اسحب frame للسطر الاول الفوق بحيث ان هو ده اللي يكون ظهر بس كبداية وعلى اليمين هلاقي هنا في حاجة اسمها clip content هضغط عليها بالشكل ده اظهر عندي السطر الاول ده بس بعد كده هابدأ اعمل select على frame وفوق هاجي عند component هدي له component وابدأ آآ اضيف ليه اكتر من variable هضغط على frame تاني وعلامة plus فوق وابدأ اضيف علامة plus للاربع متغيرات اللي انا عملتهم هابدأ اسحب السطر التاني للكلمة اللي انا عملتها المتغير التاني والسطر التالت تضغل double click عليه وبتبدأ تسحب لفوق بالشكل ده للمتغير اللي انت عملته نفس الكلام مع السطر الاخير بعد كده هتيجي على وضع وتبدأ تسحب من المتغير الاول للمتغير التاني بالشكل ده وهيكون عندك on click هتخليه after delay وتبدأ تخليه smart animate وتخليهم بالسيتنج اللي زهرة قدامك دي والوقت اللي هينتقل فيها وليكن آآ سبع من عشرة في الثانية وهيتغير كل كلمة او كل المتغير مع التاني كل ثانية واحدة التاني واحدة نفس الكلام after delay و smart animate نفس السيتنج اللي احنا عملناها مع اللي قبلها وهنيجي على المتغير التالت ونسحب اللي الرابع ونفس السيتنج اللي احنا عملناها وعند المتغير الاخير هابدأ اسحب البروتوطيب للفريابول الاول عشان يبدأ يخش في مرحلة loop ويبدأ ان هو يتكرر ويهو الحركة او animation ما ينتهيش طول ما الصفحة مفتوحة بعد كده هاجي هنا عند الassist في الشمال واسحب الكمبوننت بتاعي هتلاقيه ظهر عندك بالشكل ده وتشيل الجزء اللي موجود كاتيكست في الاندينج بيج وتضيف الكمبوننت اللي انت عملته بالشكل اللي ظهر قدامك ده وبس كده هتبدأ تضغط على الاندينج بيج ويتيجي على البروتوطيب تعمل flow starting point كده هعملك الفلو الجديد بتاعك تضغط على play هيظهر عندك بالشكل ده وبس كده ده كان شرح بسيط اشوفكم في فيديو جديد سلام